ازايكوا عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة جدا وحديسة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصل لك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف مع بعض الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وازاي ان احنا نقدر نستخدمها ونستفيد منها هنا عندنا منظم للأكياس تقدر ان انت تسبتيه على الجدار او جنب التلاجة وهو بيساعدك ان انت تتخلصي من كركبة الأكياس اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات البوكاليات وهي بتيجي بأحجام مختلفة تقدر ان انت تنظمي بها الرزة او السكر او الدقيق او مختلف انواع المكارونات او تقدر تنظمي بها المكسرات او طبعا مختلف انواع الأطعمة اللي انت بتفضليها تقدر ان انت تنظميها في المنظمات دي وطبعا تقدر ان انت تستخدمي المنظمات دي في التلاجة او برا التلاجة بعد كده هنا معينا الجهاز اللي بيساعدك ان انت تعملي مختلف الاكلات على البخار زي ان انت تقدري من خلاله وتسلق البيض او اي حاجة تانية انت عاوزها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا مصفة بتيجيب احجاب مختلفة طريقة تصميمها بتساعدك جدا ان انت تصفي من خلالها الرزد او مختلف انواع البوكليات بطريقة سهلة وسريعة جدا هنا عندنا منظم للميكوب المنظم ده بيجي عبارة عن 3 ادراج تقدري ان انت تنظمي به الميكوب او الاكسسوارات وده غير الرف الفقاني بيجي متقسم بالشكل ده تقدري ان انت تنظمي من خلاله مختلف الكريمات او العطور بعد كده هنشوف هنا عندنا ممسحة تقدري من خلالها ان انت تنظفي الشبابيك اللي عندك بكل سهولة من جوا ومن برا وطبعا طريقة استخدامها سهلة بتثبتيها على الشبابيك بنفس الطريقة اللي هتشوفيها معايا من خلال الفيديو وتقدري طبعا تدفلها مادة التنظيف اللي انت بتفضلي ان انت تستخدميها بعد كده عندنا اسفنجة للموعين وهي بتيجي على شكل سبونش بوب واللي تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الموعين اللي بتبقى موجودة عندك وهي بيجي معاها قاعدة كده تقدري ان انت تثبتيها عندك على الخوض او الجدار وتثبتي عليها الاسفنجة وغير كده شكلها بيكون كيود خالص وجميل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتغزين وتنظيم البيض بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا حوالي 15 بيضة تقدري ان انت تنظميه جوة التلاجة او برا التلاجة واهم حاجة في المنظم ده انه حجمه بيكون صغير يعني مش بياخد مساحة عندك خالص جوة التلاجة وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدك ان ان انت تعملي من خلالها كرات اللحمة بشكل متساوي استفدامها بيكون سهل جدا وبتسهل عليك ان انت تعملي كمية كبيرة من كرات اللحمة فقط صغير جدا بعد كده هنشوف عندنا فرشة التنظيف دي زي ما انت شايفة كده معايا بتيجي معاها قطعتين عبارة عن اسفنج وفرشة تقدري تبدلي بينهم على حسب طبعا الحاجة اللي انت عاوزة تمضى فيها وتقدري طبعا تستخدميها في تنظيف حاجات كتيرة زي مثلا البتجاز او الرخام او الاطباق والحلل او تقدري طبعا تستخدميها في تنظيف السجاد او الاحزاية او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك يعني هي بيكون لها كذا طريقة في الاستخدام وهنا عندنا شكل مختلف من اشكال منظمات المطبخ اللي نقدر ان احنا ننظم عليها الزيوت او الصصات او التوابل او مختلف ادوات ولوازم المطبخ اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده عندنا الكباسة اللي بتساعدنا ان انا نحل كل مشاكل الهدوم او الاحزاية وطبعا هي بيبقى ليها كذا طريقة في الاستخدام وكل طرق استخدامها دي هتشوفيها معايا دلوقتي من خلال الفيديو ده وهنا عندنا منظم تقدر ان انت تنظمي به مشترك الكهرباء والداري من خلاله مختلف اسلاك الاجهزة او كل الاسلاك الكهرباء اللي بتبقى موجودة عندك وتقدر يتنظمي عليه جهاز الانترنت وتنظميه عندك على الوفي او تقدر ان انت تثبتيه على الجدار كده جنب الشاشة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرسي الحمام وهي بتساعدك انك تنظفي كرسي الحمام بكل سهولة والاداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الاسفنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك ان انت تنظفي وتعقمي كرسي الحمام وهي طبعا بتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر ان انت تثبتيها عليه بعد كده هنشوف عندنا اداة تنظيف الميريات والاداة دي بتيجي عبارة عن اسفنجة وعشاطة في نفس الوقت بيبقى فيها جزء مخصص كده تقدر ان انت تدي فيه فيه سائل التنظيف وهي بتكون مرينة جدا في الاستخدام تقدر ان ان انت تنظفي بيها الميريات او الشبابيك بكل سهولة هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مقشرة ومبشرة في نفس الوقت تقدر ان انت تقشري بيها مختلف انواع الخضار وكمان تقدر ان انت تبشري من خلالها الخضار بشكل متساوي زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنا عندنا مجموعة من الاكياس اللي تقدر ان انت تنظم بيها البوكاليات تقدر ان انت تستخدميها في تنظيم السكر او الدقيق او الرز او مختلف انواع البوكاليات او التوابل اللي بتكون عندك وهنا بقى تعالي شوفي معايا عندنا اداة للتنظيف طريقة تصميمها عملية جدا تقدر ان انت تثبتي عليها مختلف انواع المناديل واللي تقدر من خلالها تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مكوى للبخار حجمها بيكون صغير ومناسب جدا للسفر يعني لو انت مسافرة بتقدر ان انت تخطيها معاك في الشنطة مش بتاخد معاك مكان خالص جوه الشنطة وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الجوينتي الجميل ده طبعا تقدر ان انت تستخدميه وتحمي ايديك من مختلف ادوات ومواد التنظيف اللي احنا بنستخدمها دايما في التنظيفات المختلفة اليومية اللي بنعملها في البيت وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر يتعملي من خلالها كرات اللحمة او كرات الخضار او كرات الرز بشكل متساوي وبطريقة سهلة جدا وسريعة بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظمي فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوة الدولاب بعد كده معنا فرشة تنظيف كرسي الحمام الفرشة دي مصنوعة من السيلكون تقدر ان انت تنظفي بيها كرسي الحمام بكل سهولة وهي بتكون مارينة جدا وبتساعدك توصلي لاصعب الاماكن وتنظفيها بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا رف تنظيم تقدر ان انت تثبتيه عندك فوق كرسي الحمام وتنظمي عليه المنازيل او ادوات الحمام زي الشامبوهات او الكريمات او العطور وهنا معينا المصفة اللي تقدر ان انت تتحكمي بالحجم بتاعها بحيث انها تتناسب مع حجم الحدى عندك وبعد كده تقدر ان انت تصفي عليها الفكهة او الخضار او تقدر ان انت تصفي عليها الموعين بعد ما تغسليها بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمشروبات الغازية وهو بيستوعب معاك تقريبا حوالي عشر علاك تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة وطريقة استخدامه سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا قطاعة او مبشرة للخضار او الفكهة وهي بييجي معاها اداة مميزة جدا بعدك انك تمسكي بيها الخضار اللي بتقطعيه وتقدر ان انت تقطعيه من خلالها بكل سهولة وكمان بييجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها وغير كده كمان القطاعة دي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تقسلي وتصفي من خلالها الخضار اللي انت قطعتيه بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا مجموعة من ادوات حفز اكياس البوكليات او التوابل وزي ما انت شايفها كده معايا تقدر ان انت تستخدمي من خلالها اكياس التوابل او البوكليات دي بطريقة سهلة ومناسبة جدا ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدروا تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداية كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عالك سيبرس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بنجود أو تطبيق إي باي أو تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدر تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجرام عن الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرايس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدر ان انت تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية اللي